موسيقى نشرة الاخبار مع ندا لؤي نشرة اخبارية من العراقية الاخبارية نبدأها بالعنوين انفجار في سوق الحبيبية الشرقي العاصمة بغداد والحصيلة الاولية شهيدا واثنى عشر جريح رئيس الوزراء يزور محافظة المثنى برفقة وفد وزاري وافتتاح محطة السماوة الغازية في صدارة الجولة حركة الملاحة تعود الى طبيعتها في مطار اربيل وحكومة الاقليم تشدد على اتخاذ اجراءات صارمة لحظ الامن موسيقى موسيقى استشهد واصيب عدد من المواطنين بانفجار وقع في اسواق منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد وذكرت خلية الاعلام الامنية ان الانفجار اسفر عن استشهاد مدني واصابة اثني عشر اخرين وحرق خمس عجلات كحصيلة اولية الحديث اكثر في هذا الموضوع ينضم الينا مراسلنا من هناك موقع الانفجار حسام التميمي اهلا بك حسام يعني الحصيلة الاولية هي شهيد وعدد من الجرحة يقارب الاثني عشر جريح هل لديك مستجدات حول هذا الموضوع هل هذه الحصيلة نهائية ام متزايدة نعم بداية تحية لكم وتحية لمشاهدي ومستمعي قناة العراقية الاخبارية من خلال محاولة ارهابية يائسة يستهدف الارهاب حقيقة المواطنين الابرياء في احد مناطق العاصمة بغداد تحديدا في منطقة الحبيبية بعجلة مفخخة استهدفت هذا المكان في منطقة الحبيبية طبعا اريد ان اذكر حتى الان هذه الحصيلة هي حصيلة غير رسمية لم تصدر لحد الان اي حصيلة رسمية اذا ما كان هناك عدد للشهداء والمصابين نحن ننتظر الحصيلة الرسمية التي حقيقة تطلقها وزارة الصحة بالتعاون مع القوات الامنية المتواجدة في موقع الانفجار الارهابي قوات الشرطة الاتحادية قطعات الجيش العراقي قوات الدفاع المدنيين حقيقة المتواجدين هنا في موقع التفجير اكدوا بان التفجير كان عبارة عن عجلة مفخخة كانت مركونة في هذا المكان تحديدا هذا المكان هو سوق شعبي لعدد من المواطنين الابرياء استهدف حركة السوق واستهدف العجلات المرة من خلال هذا المكان وكذلك المتبضعين وحقيقة اصحاب المحال والبسطيات الذين يقومون ببيع حقيقة المنتجات في هذا المكان هي محاولة ارهابية من قبل الارهاب الداعشي لحقيقة نثبات الوجود كما ذكرت حتى الان لا توجد حصيلة رسمية يعني دقيقة وواضحة لكن شهود العيان ممكن الان ننظم معه احد شهود العيان القريبين من موقع التفجير اتحدث لي طبيعة التفجير وشنو اللي دار حقيقتها خاصة وتقريب من موقع التفجير اليوم مرة اخرى الارهاب يستهدف الشعب العراقي مرة اخرى في صف صف الشعب العراقي من جديد فنحن نحمل المسؤولية الكاملة الحكومة على ان تكون على اهبة الاستعداد في الكبح هذه العناصر الارهابية لكي لا تعود من جديد فالشعب العراق ما عادي ان يتحمل اه اي اي من هذه المجامل الارهابية التي تسهدف الشعب العراق اريدك تكشيني تفاصيل الحادث يعني بغض اسألان القوات الامنية تتقوم بعمليات اه نوعية في حمرين وهي تلاحق الارهاب لكن الكل يعرف ان محاولات الارهاب هي محاولات يائسة سيادة العميد تفضل يميلي كيس اه انا اشكرك طبعا سيادة العميد تفضل اه اول مرة عرفلي بنفسك حتى العالم يوم العميد وشام خليفة كاظم امر اللواء الرابع شرطة التحادية نعم سيادة العميد تفاصيل الحادث وشن اللي يداري اليوم في منطقة الحبيبية في التحديد في هذا المكان اللي صار بالضبط نوع اكو سيارة نوع سني بيضة اه كانت بالاستدارة مالسوق الحبيبية نعم ووصلت لهذا المكان مو هذا المكان مثل ما اشرت لانت لا المكان كان هناك بداية الاستدارة نعم وانفجرت اثناء مسيرها هذا اللي كل ما حدث بالحادث نعم بما يخص يعني عدد المصابين لديكم حصيلة اذا كان هناك عدد اه مصابين اذا كانت هناك حالات استشهاد لمواطنين ابرياء خلال هذا التفجير نعم المصابين عددهم عشرة وصابتهم خفيفة اذا تلاحظت اكو حرق فقط للسيارات نعم اكو حرق للسيارات اه مو اثر انفجار مفخخ نعم السيارة كانت تمشي والخبير الادلة الجناية والناس المتخصصين بالعمل مباشرين حاليا بهذا المكان وان شاء الله نوصل للنتاج ان شاء الله سيادة العميد يعني لديكم نعم اكد عليك انه الموضوع مو بهذا المكان اللي اشرت له الموضوع في بداية الاستدارة اي ساني نوع ساني نعم سيد العميد كان اول الحاضرين بالحادث يعني اشكرا احنا كان امر سريع موجود هنا بالمكان الحادث والحمد لله اصابتها خفيفة اه العجلة كانت متحركة مو ثابتة ولا مركونة يعني تم تفجير اثناء حركته نعم اثناء الحركة انفجرت العجلة والمواطنين بكشافة والحادث شون شوف تعاون المواطنين اليوم هنا في منطقة الحبيبية فيما يخص يعني التحرك المشبوه يعني الكل يعرف ان الارهاب يحاول ان يستهدف كل مظاهر الحياة وخاصة احنا في شهر رمضان المبارك ودائما ما نسمع ان الارهاب يلوح بعمليات ارهابية بغزوات يعني هذا من هذا القبيل شون شوف تعاون المواطنين في منطقة الحديبية وباقي مناطق العاصمة للأمان المواطنين متعاونين جدا بالمدينة الحقيقة هبوا الى القوات الامنية وكانوا صف واحد احنا بعد وصول الاجهزة التخصصية تعمل في مسرح الجرمة طوقنا المكان وبدأوا ياخذون دورهم الحقيقي للوصول للفاعل اايدلك وااكدلك ان العجلة كانت تمشي وبالاستدارة في بداية السوق لو مفجورة في منتصف السوق لا كانت الحوادث اكثر بس ااكدلك ان كانت تمشي وانفجرت ومفاككة الحصيلة الرسمية تعرف احنا نبحث عن الحصيلة الرسمية لعدد الجرحة هل هنالك يعني احنا سمعنا المواطنين نالك كشهيد واحد يعني وعدد من الجرحة يعني اريدك تأكد ان هذه المعلومة يعني الجرحة 13 الى تقريبا 13 وصابتهم جيدة خفيفة الحمد لله الشخص المتوفي حاليا الادلة جناية قيمة بواجباته للتشخيص والمعرفة حسامي كنت تسمعني يعني تباصيل الحادث الارهابي نعم نعم حسامي يعني اريد ان استغل وجود ضيفك الكريم السيارة انفجرت اثناء سيرها هل هذا يعني بانه من الممكن ان يكون مجرد حادث للسيارة ام انه عمل ارهابي يستهدف مواطنين ابرياء هل لك ان يعني تتحقق من هذه المعلومة يعني القوات الامنية تؤكد على انه هناك محاولات ارهابية يائسة لاستهداف المواطنين الابرياء في المناطق الشعبية دائما الارهاب يحاول استغلال المناطق الشعبية المكتظة بالمدنيين الابرياء واعتقد هذا يؤكد بانه الارهاب اصبح يائسا وعاجزا عن مواجهة القوات الامنية هو يستهدف الاسواق الشعبية وبالتالي العملية يعني الصور العملية وما شاهدنا تلوح بانه هناك عمل ارهابي كان معد لاستهداف المدنيين والمواطنين في مدينة الحبيبية لكن ان شاء الله يعني القوات الامنية قادرة على كبح جماع هذه العمليات الارهابية كما تحدث قبل قليل احد المواطنين من المواطنين كانوا متعاونين مع القوات الامنية وهبوا لانقاذ المصابين ونستطيع القول بانه العملية الارهابية حقيقة لم تحقق مبتغاها بالشكل الذي اراد الارهاب الارهاب يستهدف التجمعات ويستهدف الابرياء الذين حقيقة يعملون في الاسواق والمناطق الشعبية يعني من الممكن ان هذه السيارة تستهدف منطقة مكتظة بالسكان اكثر لكن هناك حادث عرضي اسألك عن الشهيد الوحيد حتى هذه اللحظة من هذا الانفجار هل هو الشخص الذي كان في داخل السيارة ام انه شخص اخر وايضا اسألك عن الاصابات ذكر ضيفك الكريم ان هذه الاصابات هي طفيفة هل شهود العيان ايضا يتفقون مع هذا الطرح ان الاصابات طفيفة نعم طبعا المواطنين حاجي تفضل هنا يا من المواطنين حقيقة هم متواجدين في لحظة التفجير حاجي هل الاصابات المصابين هل حالتهم خطرة اصاباتهم متواصلة ومعي بعض الاصابات خطرة وبعض الاصابات طفيفة يعني الحمد لله المهم احنا مو هذا الموضوع نيابي حسا هي لا بد من ضحايا يعني بس احنا نسأل الى متى الى متى يعني نعم حاجي اليوم انت تعرف يعني القوات الامنية حقيقة الان تقوم بعمليات يعني احنا قبل يومين كنا نرافق قطاعات الحشد والجيش وجهاز مكافعة الارهاب والشرطة الاتحادية الابطال والرد السريع في جبال حمرين وحقيقة هذا كبح لجماح الارهاب الارهاب يحاول ان يستاذف اليوم انت كمواطن شون تشوف يعني التعاون مع القوات الامنية اخي العزيز اخي العزيز الجهد اللي بذل الاجهزة الامنية في جبهات القتال هذا شيء ما ينكر يعني صحيح هذا ما ينكر يعني ولكن الارهاب بلا حدود نعم الارهاب ما لجبهة وحدة يعني نعم هذا يتطلب تعاون مع الكل يعني الكل يجب ان يتعاون لا لعب معذرة ان يطلب جهد استخباري نعم اخي جهد الاستخبار افضل من هذا الانتشار الامني جيد جهد الاستخباري واللي يؤدي الى امن المنطقة وامن الاماكن حاجي هل تم اخلاء الجرحة بالصورة اربعا نحن مطقة شعبية نعم وهبت هبت الشباب يعني من يصير حادث من القبيل هذا او انفجار من القبيل تهب الشباب وتهب الناس على على مكان الحادث وتنقل الجرحة الفرق الصحية دفاع المدين اكيد اكيد الفرق الصحية اجت والاجهزة الامنية موجودة متواجدة وادوا دورهم اكيد الحمد لله بس هو الحال وقع يعني الحال يقول لك احنا من اكد على هذه الملاحظة العب السادة البعض يقول لك عبوة ناسبة لا ليس عبوة ناسبة والدليل الدليل هذا المحرك ما للسيارة لا القوات الامنية اكدت انه عجلا فجرة البعض يروجون انه عبوة ناسبة لا ما موجود عبوة ناسبة بقدر ما سيارة مفققة ادت الى زيق الارواح من الابرياء طبعا نعم يعني المواطنين في منطقة الحبيبية يؤكدون على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري ويؤكدون بان المعركة مع الارهاب اصبحت معركة استخبارية معلوماتية وبالتالي اعتقد ان الجهد الاستخباري سيلاحق المنفذين وسيلاحق من خطط لهذه العملية اللهابية كما ذكر حد الشهود العيان بانه تم نقل الجرح على وجه من الشرعة نعم في هذه اللحظة يعني هل وصلت فرق الادلة الجنائية في هذه المنطقة منطقة التفجير ايضا هل هناك اجراءات امنية اتخذت مثلا يعني غلق الطرق او ما الى ذلك هل هناك اجراءات اتخذت في هذه اللحظة يعني حقيقة الادلة الجنائية متواجدين وهم حقيقة يقومون برفع بصمات التفجير الدفاع المدني الاجهزة الاستخبارية قطعات الجيش الشرطة الاتحادية الاجهزة الاستخبارية المخفية الغير منظورة حقيقة هي تحلل وتتابع ملابسات هذا الحادث الارهابي اللي استهدف الابرياء في منطقة الحبيبية وحقيقة نحن ننتظر خروج بيان من قيادة العمليات المشتركة وكذلك من وزارة الداخلية لتوضيح الصورة اكثر كيف وصلت هذه العجلة الى هذا المكان المكتظ بالمدنيين الابرياء الى هذا السوق الشعبي في منطقة الحبيبية واعتقد انه سيكون هناك رد سريع للقوات الامنية كل الاجهزة الامنية متواجدة المواطنين اكدوا بانه تم نقل الجرحة هم يتحدثون ويطالبون على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري لانه الارهاب ارهاب خبيث يحاول ان يستهدف المدنيين والمدنيين حقيقة ليس لديهم حقيقة لا حول ولا قوة هم ينتظرون من القوات الامنية بان تكون الحاجز الذي يمنع وصول العجلات المفخخة الى المناطق الشعبية المكتظة بالمدنيين الابرياء حسام اسألك وانت في قلب الحدث حدثني عن المنطقة يعني انا فهمت منك بانها مكتظة بالسكان منطقة اسواق ومنطقة تسوق كثيفة لكن هذه المنطقة هل هي خاضعة لسيطرات امنية هل هذه العربة يعني لا بد ان تمر بهذه السيطرات ام من الممكن ان تكون يعني جهزت من منطقة قريبة ولم تخضع لتفتيش او سيطرة امنية نعم يعني هذا الحديث سابق لاوانا حتى الان لا نستطيع ان نتكهن هل العجلة دخلت من مكان بعيد فخخت في مكان قريب حتى الان لا نستطيع الحديث هذا القول هذا متروف فيها نقاط الاستخبارية لتفتيش نعم حجي نعم حجي المنطقة الان اللي احنا متواجدين بها فيها نقاط تفتيش بها دوريات والله يكون دورية ما يترابط يومية بهذا المكان اليوم الدوريات ما اخوة يعني ما موجودة يعني اليوم اليوم اثناء التفجير كانت دورية مرابطة هنا لا ما موجودة اليوم موجودة اليوم ما موجودة علما انه هذا مو اول مرة이어 هذا الانفجار مو اول مرة بهذا المكان نعم يعني هاي صار تذ انفجارات او انفجارين او اربعة gun اربعة هي مو اول مرة ناشدتهم القوات الامنية بضرورة وضع دوريات باعتبار هذا مكان اكيد 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 هم عند الناس بالفداية اخذوا دورهم اخذوا دورهم ويجابوا اه دوريات ورابطتنا بس اليوم بالذات يعني ماكو 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 اي اي اجهزة امنية ما موجودة اذا المدنيين والمواطنين يتحدثون على انه كان هناك دوريات لكن اليوم لم تكن هناك دوريات للاجهزة الامنية وبالتالي هذا قد يخلق حالة من الخرق الامني نحن لا نريد ان نتحدث ولا نريد حقيقة ان نكشف كل الخطط الموضوع عن القوات الامنية لكن اعتقد انه العجلة حقيقة انفجرت في هذا المكان وحقيقة حدث ما حدث المهم ان القوات الامنية والاجهزة الاستخبارية ستتابع عملية امن خططة لهذه العملية الارهابية اكيد حسام اسألك عن مدى شدة الانفجار يعني ذكر ضيفك بانه انفجرت العربة اثناء سيرها طيب هل هناك خسائر مادية هل هناك يعني غير العربات التي احترقت هل كانت قريبة من محال تجارية اسواق خضر وما الى ذلك حقيقة المواطنين تحدثوا على انه الانفجار كان انفجارا ضخما والخسائر كانت كبير اخوان اذا تسمحونا فقط اريد انصور يعني مدى الخراب اللي خلف التفجير الارهابي في هذا المكان تلاحظون يعني حجم العجل المفخخ الارهابية خلقت دمار كبير في المكان عجلات كثيرا فجرت ومحلات تدمرت يا محلات تابعة لمواطنين ابرياء حقيقة طيب هل هناك معلومات اخرى من الممكن ان تدلي بها حسام من شهود العيان المتواجدين في القرب منك يعني انا اتمنى ان تعيد السؤال انا لم افهم السؤال بسبب حقيقة الاصوات الكبيرة المتواجدة طيب حسام يعني كنت قسألتك عن مستجدات او معلومات لم تكن تذكر في حديثي معك حول الانفجار لكن ساودعك هذه اللحظة وسنأخذ المسجدات منك في نشرتنا الاخبارية ابقى في مكان الحدث سأعود اليك في وقت لاحق افتتح رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي محطة ضخ التعزيز العمودية المائية التي ترفض ضخ المياه من نهر الفرات الى نهر الرميثة وكان سيد الكاظمي وصل الى محافظة المثنى برفقة وفد حكومي لافتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية وشمل الوفد وزراء النفط والكهرباء والعمل والموارد المائية اضافة الى الامين العام لمجلس الوزراء والحديث اكثر عن زيارة رئيس الوزراء الى المثنى يضم الينا مراسلنا من هناك علي كريم اهلا بك علي هل لك ان تحدثني عن جدول اعمال الزيارة ايضا ابرز المشاريع التي سيتم افتتاحها من قبل رئيس الوزراء في المثنى نعم حقيقة يعني حفلة محافظة المثنى بزيارة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة عدد من الوزراء ابرزهم وزراء الكهرباء والنفط والموارد المائية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء حقيقة قبل قد تم افتتاح قناة التعزيز الاروائية التي تعد من اهم المشاريع الستراتيجية لمعالج الشح المياه في المحافظة ولارواء كثير من الاراضي الزراعية في مناطق النجمي والمجد والهلال والرميثة ومناطق اخرى لأكثر من 144 الف دونم هذه المناطق ستعزز بها مناطق الزراعية اضافة لأنه سيتم تعزيز مصادر المياه في شطر رميثة الذي يعاني من سنوات سابقة من الشحة مائية هذا المشروع سيوفر مصادر المياه لإسالة لمصدر الماء في شطر رميثة من قبل القناة الناقلة من نهر الفرات ايضا سيكون هناك ارتتاح لمحطة الاربعمائة الكيفي التحولية التي تعد من اهم المشاريع لرفع الاقتناقات في محافظة المثنى التي عانت من سنوات سابقة وهي مؤلفة من 16 خط 132 ستعمل على رفع الفولتية وعدم استقرارية تيار الكهربائي في المحافظة اضافة سيكون هناك ارتتاح لمحطة السماوة الغازية ساعة 750 ميجاوات المركبة المنفذة من قبل شركة انكا تركيا واحد مشاريع الكترك الامريكية هذه المحطة حقيقة مهمة وهي رافض حقيقي لرفض التيار والمنظومة الكهربائية في المحافظة ب750 ميجاوات تم انجاز 500 ميجاوات منها بقية 250 ميجاوات أي الكهربائية المركبة في حال ستكتمل في قضاء المحافظة طيب علي هل لك أن تحدثني عن المدة الزمنية التي ستستغرقها هذه الزيارة زيارة رئيس الوزراء الى المثنى وأيضا هل هناك وفد مرافق لرئيس الوزراء أم لا حقيقة يعني هذه الزيارة هي جملة من قبل قليل تم افتتاح هذه قناة التعزيز الأربائية والآن في صدد افتتاح محطة الكهربائية محطة 750 ميجاوات ثم الانتقال للمحطة الأخرى محطة 400 كيفي التحويلية من المؤمل يعني أن تتم بطعات هذه الزيارة وسيعود رئيس الوزراء الى العام نعم شكرا جزيلا لك مراسلنا من المثنى علي كريم أكد رئيس الجمهورية برهم صالح عن تكرار استهداف منشآت في أربيل وقبلها في بغداد ومناطق أخرى جرائم إرهابية مدانة تستهدف أمن المواطن صالح قال في تغريدة له على تويتر أن هذه الجرائم تعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته وتستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون وبدوره وجه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أوضح في بيان إن السيد الكاظمي أكد أن أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها وإن هذا النوع من الأعمال الإرهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الأمن لافتن إلى أن تلك الاعتداءات سوف تواجه أو تواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي من جانبه دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة برزاني قال في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أن هذه الهجمات ما هي إلا محاولة سافرة لتقويض أمن الإقليم الداخلي وتعاونه مع التحالف الدولي لافتن لأنه يجب على أي جماعات مسلحة لا تعمل ضمن قوات الأمن العراقية الرسمية الانسحاب فورا من حدود إقليم كردستان مشيرا لو أنه سيجري في الأيام المقبلة محادثات مع شركاء عراقيين ودوليين لبحث السبل الكفيلة لتحقيق ذلك فيما بينا أنه تحدث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لإعادة التأكيد على الهدف المشترك المتمثل في محاسبة هذه الجماعات الخارجة عن القانون وفي تصريح العراقية الإخبارية أعلن مدير مطار أربيل أحمد هوشيار استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي ذكر هوشيار أن المطار لم يغلق ولم يتوقف عن العمل نتيجة القصف ساعة التاسعة وخمسة واربعان دقيقة بسمع دوي انفجار داخل مطار أربيل الدولي فقام قسم السلامة الجوية داخل المطار بمسح المطار لمعرفة الحدث وإجراءات الحدث الذي أصاب مطار أربيل الدولي وقمنا بإغلاق المطار من الساعة العاشرة ليلا لحد الساعة الثالثة صباحا لكشف ومسح مطار أربيل الدولي وبعد أن رفع التقرير إلينا أن خلو المطار من أي حالة أو حالة غير طبيعية يستهدف حركة المسافرين والملاحة الجوية قمنا بفتح المطار مرة أخرى الحمد لله لم يكن هناك أي إصابات جسدية أو مادية لحد الآن لم يصلنا أي معلمات حول هذا الشيء حول الحادث أو مجريات الحادث أو جهة مسؤولة عن الحادث فأن جهات الأمنية وجهات المختصة ما يزال في مرحلة التحقيق وفي حال حصل أي نتائج سوف نعلنها بصورة رسمية مرة أخرى يتعرض مطار أربيل الدولي لقصب صاروخي لكن هذه المرة بوسطة طائرة مسيرة أدى إلى تعطيل حركة الملاحة بشكل مؤقت دون أي خسائر بشرية تذكر المزيد من التفاصيل مع مزية عبدو مرة أخرى تتعرض مدينة أربيل لاعتداء إرهابي طال مطارها بوسطة طائرة مسيرة حسب ما ذكره بيان وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق القصف الذي استهدف مركز لقوات التحالف الدولي داخل مطار أربيل الدولي لم يسفر عن أي خسائر بشرية لكنه أوقف حركة الملاحة الجوية من وإلى أربيل لأكثر من أربع ساعات عملية ليلة أمس هذه العملية الإرهابية الجبانة هي إدامة لسلسلة عمليات تستهدف الإقليم وتستهدف أمن الإقليم وأمن العراق بشكل عام هؤلاء الظلاميون هؤلاء الخفافيش الذين يكرهون النور يحاولوا أن يطفؤوا نور الإقليم الذي هو بقعة أمل وبقعة الضوء لجميع العراقيين والكرد سياسيا فقد أصدرت رئاسة أقليم كردستان العراق وحكومة الأقليم بيانات استنكرت هذا الهجوم الذي وصفته بالإرهابي وعدته تطاولا على أمن واستقرار الأقليم ودعت البيانات أيضا إلى وقفة جدة من قبل المجتمع الدولي للوقوف بوجه الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات هذه المرة الأسلوب كان مختلف بعض الشيء الأسلوب كان عن طريق هجوم بطائرة مسيرة الأضرار لم تكن كما في السابق هذه المسألة هي تقف بالضد من اتفاقية جنيف بحماية البعثات الدبلوماسية تقف بالضد من كل الاتفاقيات الدولية لاستضافة القواعد العسكرية رغم ما يتعرض له أقليم كردستان من عمليات إرهابية خلال الأونة الأخيرة إلا أنه ما يزال ينعم بالأمن والأمان للعراقي الأخبار يوم زياد عبدو أرديل أمنيا وفي جانب آخر أحبط جهاز مكافحة الإرهاب مخططا إرهابيا كان يستهدف إحدى أسواق محافظة ديالة الناطق باسم القاد العام القوات المسلحة لواء إحيا رسول أكد في بيان اعتقال إرهابي كان يروم تنفيذ عملية إجرامية وبحوزته مواد متفجرة وفي محافظة نينوى أعلنت خلية الإعلام الأمنية تنفيذ قوة من قيادة عمليات نينوى خلال عملية تفتيش في منطقة كرن الشيطان في المحافظة حيث تم العثور على حزام ناسف وقنبلتين يدويتين فضلا عن عتاد رشاشة وقد تمت المعالجة ميدانيا وبعد توجيه القاد العام القوات المسلحة بتأمين الحدود العراقية السورية تعمل القوات الأمنية على تنفيذ عمليات نوعية مستمرة ضد المهربين والإرهابيين المتسللين الذين يحاولون دخول البلاد فضلا عن تسيير الدوريات وتفعيل دور الكاميرات الحرارية وزارة الداخلية تسجل نسبة تطور مرتفعة في مجال تحصين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بعد أوامر القائد العام للقوات المسلحة التي نصت على نقل قوة قتالية نخبوية وتأسيس قيادة المنطقة السادسة لقوات حرس الحدود وتخصيص أموال لاستخدام أليات دولية حديثة في حماية الحدود توجهات سيد القائد العام للقوات المسلحة بتأمين الحدود العراقية مع مختلف الدول جهود كبيرة تبدل على طول الشريط الحدودي بتأمينه من كل النواحي بالأسلاك الشائكة بالكاميرات الحديثة وأيضا تأمينه من الداخل وأيضا من الخارج الجهد الاستخباري الفعال كل الأمور التي تسهم في استثباب الأمن في هذه المنطقة منطقة سنجار منطقة مهمة ورغم المساحة الحدودية الشاسعة جغرافيا ما بعد قضاء سنجار تؤكد قوات حرس الحدود وقيادة منطقة الحدودية السادسة أنها تنفذ عمليات مستمرة رد الإرهابين المتسللين من الأراضي السورية والمهربين أيضا نقاط وتسير دوريات وكماء وحدث بنسبة كبيرة وامتازة من حالات التسلل والتهريب واليوم القاطع يشهد نسبة استقرار كبيرة وضبط للأمن وعززت هذه الإجراءات هي منظومة التحصينات التي تبنتها حرس الحدود بمتابعة مع الوزير الداخل المحترم فعاليات يومية في حاد وفي معالجة كل من يحاول التسلل كل من يحاول الاقتراب من الشريط الحدودي وهذه موثقة لدينا بالكاميرات الحرارية وبانتظار إطلاق الدفعات المالية المخصصة لقوات حرس الحدود ضمن موازنة العام الجاري تؤكد وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة أنها ستتمكن من مسك الأراضي الحدودية المشتركة مع سوريا حال وصول الأموال واستثمارها في استخدام آليات أمنية أكثر تطورا لهذا الملف المهم من الحدود العراقية السورية قرب قضاء سنجار ياسر عامر العراقية الإخبارية أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي إكمال جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة وقال الهنداوي إن مجلس النواب أكمل تشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحل المجلس فضلا عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات مؤكدا إنها ستجرى في جميع مناطق البلاد بيوم واحد ولا تأجيل لأي منطقة إقرار قانون الانتخابات الجديد دفع الكتلة السياسية إلى تشكيل تحالفات جديدة بعد موجة الانقسامات التي ضربت أغلبها فالحراك السياسي يهدف إلى ترتيب الأوراق من أجل ضمان أكبر عدد من أصوات الناخبين للمنافسة في الانتخابات المقبلة إنقسام وتشظ تشهده تحالفات وكتل سياسية تقليدية لتشكل تحالفات أخرى تتغير العناوين لكن المحتوى والأسماء ذاتها ما دفع البعض إلى وصف هذه الانقسامات السياسية بالتكتيك الانتخابي لنيل المزيد من الأصوات بعد 18 سنة ما زلنا في إطار تحالفات انتخابية دون أن ننتقل إلى تحالفات سياسية وهذا الذي يعرقل فكرة بناء مؤسسات الدولة الكل يدور في فلك السلطة ولا يدور في فلك الدولة ولذلك نجد الاتفاقات هي مرحلية انتخابية وليست اتفاقات سياسية رصينة وتشهد المحافظات المحررة من تظيم داعش حراكا واهتماما من أغلب التحالفات الجديدة لما يعانيه سكنتها من نزوح وغياب للخدمات الأساسية في ظل انتقاد ممثلي هذه المحافظات ووصفهم بعض المرشحين فيها بالوافدين من خارج المدينة القوى السياسية متسابقة نحو مقاعد نينوة التي تعتبر ثاني اكبر مقاعد بعد بغداد ولذلك نجد ان الكتل السياسية الوافدة وعندما اتكلم بالوافدة ان تكون زعاماتها من خارج محافظة نينوة هذا الامر يعني فيه قلق كبير على اعتبار انه يعني جعل محافظة نينوة كمنيحة وفيما تنقسم الكتل التقليدية على نفسها يبحث ممثلو الاقليات الدينية والاثنية عن مكان لهم في الانتخابات المبكرة حيث اضطر بعضهم للمنافسة وتمثيل مكونه منفردا بعيدا عن الاحزاب السياسية تم الاتفاق كل التركمان على قائمة تركمان كيركوك وقد نكرر هذه القائمة في صلاح الدين وفي نينوة ولكن تم الاتفاق على كيركوك حاليا ولم يتم الاتفاق بشكل تقريبا واضح في نينوة وفي صلاح الدين تعدد الدوائر الانتخابية والخشية من عمليات تزوير قد تحدث في ظل عدم حصر السلاح بيد الدولة دفع العديد من الاحزاب الى عقد تفاهمات جديدة لتشكيل تحالفات تتمكن من المنافسة في الانتخابات المبكرة أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد في سياق ليس بعيد قال عضو مجلس النواب رعد الدهلك إن قرار إلغاء مجالس المحافظات جاء نزولا لرغبة الشعب مبينا خلال حديثه لبرنامج الجدار الرابع وجود حراك لتقليص عدد أعضائه وتفعيله من جديد من حلين مجلس المحافظات احنا حليناها البرنامج بمطالب الشعب مزيلا صار عدنا خلل كبير من مراقبة وهذا واضح كان عدنا في كل محافظات لا字ا كانت تكلموا بشكل واضح أنه كان أخطأ أخطأ قرار اتخذناه وحل مجلس المحافظات لأنه ما نكون هو رقيق بها سأتتابع بالامر بالمحافظات فصار عدنا خلل بالمراقبة لذلك اليوم يعاني المواطن في المحافظات ويعاني المواطن في البرنامج احنا صرنا بسبب ضعف المؤسسات صرنا تكلمت هل انه النائب يقدم خدمات وتبليط انا لو المؤسسات ماشي بالتجاه الصحيح و هذا اللي يدفع الناس ان النواب تطلب منعتهم تريش لان انا اقرب الى من الحكومة و هو ما يشوفه لزير من جانبه كشف عضو مجلس النواب على الربيع عن وجود استجوابات لمسؤولين خلال الفترة المقبلة و قال ربيعي لبرنامج الجدار الرابع ان دور مجلس النواب ينتهي بعد ارسال كل متعلقات الاستجواب الى هيئة النزاهة والادعاء العام هناك عدة استجوابات شنو دور المجلس حتى هسا احنا كمنا الاستجواب شنو راح نسوي كمنا استجوابه بعد ذلك رسلنا اسئلة الاستجواب للجهات المعنية اللي هي هيئة النزاهة ذهبت بنفسه كان معاي نائب رئيس اللجنة القانونية وسلمتها بكتاب رسمي اسئلة الاستجواب وباقي المخالفات والادلة وباقي المخالفات والاخرى ديوان الرقابة المالية يجب ان يقوم في دوره والدعاء العام يعني هنا انتهي دور المجلس استضاف رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مجموعة من الاطفال الايتام على مائدة الافطار واطلع رئيس الوزراء على احوال الايتام في العراق بحضور وزير العمل عادل الركابي كما وجه بيت البيات كافة احتياجاتهم فضلا عن اهمية تمكينهم دراسيا والعمل على تجاوز كافة العقبات الادارية دعا محافظ كربلاء المقدسة انصيف الخطاب لوضع آليات لدخول الزائرين الاجانب الى المحافظة وفق اجراءات صحية مؤكدا همية تنشيط القطاع الخاص ودعم قطاع السياحة رحنا وضع آليات للسماح بالزوار الاجانب ضمن آلية وقائية عالية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة السياحة والاعتبات المقدسة وعدنا برنامج واضح من خلال الفحص البي سي ار ومن خلال التلقيح ومن خلال التفويج ومن خلال كل اجراءات المهمة كذلك هناك حديث عن آلية دعم مرفقة السياحة لانه للأسف هناك كثر من الفندق متوقف في كربلاء وهذه الفنادق تطالب بالضرائب وتطالب كذلك بالتجديد الاجازات وغيرها وفي ذيقار منحت هيئة الاستثمار اكثر من ثمانين اجازة استثمارية لعدد من المستثمرين في مختلف القطاعات الزراعية والصحية والصناعية بهدف النهوض بواقع المحافظة اكثر من ثمانين اجازة استثمارية في قطاعات صناعية وزراعية وصحية وسياحية تعلن عن منحها هيئة استثمار ذيقار بعد ان كان عدد المشاريع خلال السنوات الماضية غير ملب لحاجة ابناء المحافظة وسوق العمل فيها هيئة استثمار ذيقار بجهود كبيرة بتأمين هذه الفلسطة الاستثمارية وانجاز كافة اجراءاتها القانونية والادارية اليوم مزعنا هذه الشهادات وانا اطمح ان تكون هذه الاستثمارات الحقيقية ويباشر السادة المستثمرون بالعمل على تحقيق هذه المشاريع لما لها من اهمية كبيرة ضم مجموعة كبيرة من المستثمرين من ابناء المحافظة والمحافظات الاخرى ومن قليل كردستان سعادتنا بانه حققنا هذا الانجاز بظل الظروف الموجودة اللي هي كورونا حدود مغلقة الاستثمار يعتمد على الاموال اللي تجي من خارج العراق مشاريع الاستثمار هذه واستمرارها يتطلب تعاونا وتنسيقا ورقابة من جميع مؤسسات الدولة في ذيقارة وبغداد لتذليل كل العقبات وصولا لنجاحها باعتبارنا مجلس استشاري داعمي للحكم المحلية راح نذلل هذه المشاكل اللي يتواجه الحكم المحلية والي يتواجه المستثمرين واحنا اتفقنا وياهم ان راح تكون زيارات هناك راح يكون حصر للمشاكل راح نعرضها مباشرة على السيد رئيس الوزراء احنا نعاني من بعض الدوار بعض الدوار الرسمية مثل دائرة الطرق والجسور مثل دائرة الموارد المائية يعني احنا عندنا موافقات من شهر الخامس 2020 لحد الان ما اجت لحد الان النتيجة الهن يعني هذا يعتبر التعطل بصير الانتاج مالتني احنا هسا حاليا اذا تقل لي انت باتش تنصب باتش ننصب اليوم استحصلنا على فتح مصرف في ذيقار موافقة هذا المصرف الصناعي سوف يحمل جيدا على دفع عجلة الصناعة في البلد وذلك في المحافظة من خلال توفير قروض وتوفير اعتمانات وتوفير تسجيلات مصرفية هيئة استثمار ذيقار تعلن عن توفر مائتين وسبعين فرصة استثمارية جديدة للنهوض بواقع المحافظة والاسهام بتحسين الواقع الاقتصادي علي حسن العراقية الاخبارية ذيقار حفظت البصرة حسن خلاطي ان المرحلة الثانية من انشاء ميناء الفاو الكبير قد بدأت خلاطي في نشرة سابقة اوضح ان المرحلة الاهم تشمل زيادة عمق المنطقة الواقعة بين كاسر الامواج الشرقي والغربي الى جانب انشاء طريق بطول 60 كم يربط الميناء بالطريق السريع هذه المرحلة الان التي بدأت وهي المرحلة الاهم والمرحلة الاكثر فنية والمرحلة الاكثر عملية وهي عبارة عن مجموعة عناصر او خمس عناصر خمس قضايا مهمة ضمن هذا المشروع او ضمن هذه المرحلة الثانية الاول هو تعميق او زيادة عمق المنطقة الواقعة بين الكاسرين بين كاسر الامواج الشرقي والغربي تعميق هذه المنطقة الى ما يقرب من 20 متر 19 متر و 80 سنتيم هذا الجانب الاول الجانب الثاني اعمال فتحة بطول 400 متر في كاسر الامواج مما يسهل دخول وخروج السفن العملاقة وكذلك خط او انشاء طريق بطول 60 كم يربط ميناء الفاو بالطريق السريع وايضا طريق اخر بطول 40 كم وطريق ثالث او تأهيل الطريق الثالث الذي يوصل ميناء الفاو بالمدينة الرياضية والقضية التي تمت الاشارة لها في المقدمة وهو نفق يوصل ميناء الفاو الكبير بانقصر اخر الزبير فرصة استثمارية كبيرة ينتظيها العراق منذ سنوات عديدة وهي المباشرة بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيسهم في رفع موارد الدولة بمختلف قطاعاتها فضلا عن تشغيل الايد العاملة خصوصا لفئة الشباب مع وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحجر الاساس يدخل مشروع ميناء الفاو الكبير حيز التنفيذ ويفتح مرحلة جديدة للتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الاستثماري الميناء سيبدأ بخمسة ارصفة ستكون قادرة على استقبال نحو ثلاثة ملايين حاوية في السنة لكن هذا العدد سيرتفع الى ثلاثين مليون حاوية عند الانتهاء من كل الارصفة التي تبلغ تسعين رصيفا والاستقبال السفن والبواخر العملاقة سيتم بناء حوض عملاق بطول عشرة كيلو مترات وبعمق يزيد على تسعة عشر مترا وهذا ما يجعلها في مصاف الموانئ العالمية ميناء الفاو يحظى باهمية عالمية بسبب موقعه الستراتيجي الذي سيربط الشرق بالغرب من خلال القناة الجافة التي تربط ميناء الفاو بتركيا وسوريا اما محليا فان الميناء سيعزز الحركة التجارية والاقتصادية بعد ربطه بميناء انقصر من خلال خط سريع عن طريق نفق يبنى تحت الماء يمتد لنحو كيلو مترين ونصف وهي المرة الاولى التي يبنى بها مثل هذا النفق في العراق ووفقا للعقد المبرم بين وزارة النقل والشركة الكورية فان مدة انشاء المشروع ثلاث سنوات وستة اشهر وان الوزارة عازمة على انجازه بالمدة المحددة ليدخل حيز العمل مشروع الربط السكاكي الذي يربط العاصمة ببعض المحافظات فضلا عن مد خطوط نقل لدول الجوار والاتحاد الاوروبي عن طريق تركيا ينتظر انجازه خلال المدة المقبلة بعد الموافقة على احدى شركات العالمية من بين 18 شركة مسؤولوها الوزارة اكدوا ان المشروع سيحقق ارادات تصل الى 5 ملايين دولار سنويا فضلا عن توفير فرص عمل اكثر من 1200 كيلو متر من خطوط السكاك الحديد تعتزم وزارة النقل مدها ضمن مشروع الربط السكاكي من ميلاء الفاو الكبير خلال الفترة المقبلة مرورا بالعاصمة بغداد وعدد من المدن والمحافظات واصولا الى دول الاتحاد الاوروبي عبر تركيا لنقل جزء كبير من التجارة الدولية من شرق المعمورة الى غربها اليوم اصبحت الحاجة ملحة جدا لتفعيل وتأهيل وتنشيط واقامة الربط السكاكي مع دول الجوار وتحسين الشبكة المحلية السكاك ستقوم باعلان فرصة استثمارية لتأمين خط الفاو بغداد الى ربيعة ومن ثم الى فيشخابور والربط مع اوروبا عن طريق تركيا وسوريا 18 شركة عالمية قدمت عطاءاتها حتى الان لنيل عقد انشاء ومد خطوط السكاك حديثة مع تطوير الموجودة حاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن المشروع المعروف بالربط السكاكي والذي يمكن ان يحقق عائدات مالية ما بين 4 الى 5 ملايين دولار سنويا وضع حجر الاساس لميناء الفاو الكبير الذي هو احتبر مظاهرة اقتصادية كبيرة للبلاد ألقى في ظلاله على مرأة ابنه لاسيما لدينا مرأة في الفاو وفي انقصر وفي سفوان قريبا على كل الموانئ هناك حركة اقتصادية كبيرة رح تصير في البصرة طبعا هذا المشروع الكبير رح يوفر آلاف فرص العمل بالعراق ورح ينشط القطاع التجاري بصورة كبيرة للمواد ترانزيت رح تمر عبر العراق ورح تكون هناك مكاتب متخصصة بالترانزيت وبالنقل وطبعا هذا رح يدر مردود مالي كبير عن البلد ووفقا للخطط والدراسات الموضوعة يتوقع أن تنقل عبر سكك الحديد الممتدة من الفاو إلى قضاء فيشخابور عند الحدود المشتركة مع تركيا ومن ثم إلى أوروبا أكثر من 16% من تجارة العالم مؤيد الفرطوسي العراقية الإخبارية بغداد في ملف كورونا ومستجدات عملية التلقيح ارتفعت أعداد الذين تم تطعيمهم في المراكز المخصصة والمنتشرة في جميع المخافضات وزارة الصحة أعلنت تلقيح 16805 أشخاص مبينا أن المجموعة التراكمي بلغ 183 ألفا وتسعمائة وثمانية عشر شخصا منذ أصول أولى وجبات اللقاح وبعد الارتفاع الملحوظ بإصابات كورونا شهدت المراكز الصحية في عموم العاصمة زيادة أعداد المواطنين الذين يرمون أخذ اللقاح في وقت أعلنت وزارة الصحة وصول أنواع جديدة من اللقاحات مطالبة المواطنين بضرورة الإسراع في أخذ اللقاح للحفاظ على سلامتهم عشرات المواطنين ينتظرون التطعيم باللقاحات والأعداد في تزايد وزارة الصحة قالت إن المواطنين بدأوا يدركون أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات خلال هذه الفترة نشكر أو شيء وزارة الصحة وخريطة أزمة على توفر هذا اللقاح لأن هالناس فعلا بدأت أن تنصب أصابات تكتير فالحمد للشكورو وهذا يكون مهم للمواطن والحياة للإنسان والأعلم قليته ضروري أخذ اللقاح في هذا الوقت الصعب خاصة صار الباحة قاعد يشوف الأصابات وصلت 8400 مع الالتزام بالسم كمامات والوقاية الصحية وعلى ما يبدو فإن جميع أنواع اللقاحات تم توفيرها من خلال تعاقد الوزارة على كميات مختلفة للسيطرة على الإصابات إذا ما تم أخذها من قبل المواطنين لقاح فيزر وصل إلى العراق ليضاف إلى لقاحين موجودين أصلا في بلدنا العزيز لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسرزينكا البريطاني لقاح فيزر أضيف إلى هذه اللقاحات فأصبحتنا ثلاثة لقاحات موجودة في مؤسساتنا الصحية هناك تقريبا سبعين منفذ تلقيحي في الرصافة لكل اللقاحات ومنها منفذين للقاح فيزر في مستشفى الكندي ومستشفى فاطمة الزراع عليه السلام بإذن الله سيضاف منفذ آخر في مستشفى الواسطي في الأيام القليلة القادمة أنا أنصح جميع المواطنين أن يتوجهوا المؤسسات الصحية ويأخذون اللقاح لأنه هو هذا أفضل حل حتى نتخلص من هذا الوباء اللعين الأعمالية تتم بنسيابية جيدة من حيث التسجيل ومن حيث إعطاء اللقاح ومن حيث سلسلة التبريد وتم كافة الأمور والإجراءات ويكشف معنيون أن اللقاحات شهدت إشادة واضحة من قبل المنتسبين في وزارة الصحة لا سيما خط الصد الأول والمواطنين مقولة علمية تقول أن اللقاح الأفضل هو المتوفر في المراكز الصحية فعلى الرغم من الإقبال الكبير على أخذ التطعيم إلا أن وزارة الصحة تؤكد على أخذ الجرعات والالتزام بالشروط الصحية والوقائية من داخل مستشفى الكندي في بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية وفي النجف الأجرف كشف المحافظ لؤي الياسري عن وجود إقبال كبير من قبل المواطنين لأخذ اللقاح الخاص بكورونا الياسري خلال مؤتمر صحفي أكد تلقي نحو عشرة ألاف شخص للقاحات تماشينا مع قرارات الصحة والسلامة الوطنية بإلزام الجميع بأخذ هذه اللقاحات لا سيما الدوائر كافة العاملين في المولاة في المطاعم في العيادات في المذاخر في الصيدريات في كل الأماكن العامة ومن ثم نأتي إلى المواطنين والدوائر التي على تماثل هي دائرة الصحة والشرطة وباقي الدوائر تقريبا أكثر من عشرة ألاف شخص تم تلقيح لحد هذه اللحظة وهناك إقبال كبير جدا على هذا اللقاح وأكيد رح نعتمد بحضر التجوال على أخذ اللقاحات بعد تدمير العديد من المستشفيات في صلاح الدين على يد عصابات داعش الإرهابية يعاني المستشفى الوحيد في المحافظة زخما كبيرا من قبل المراجعين المواطنين طالبوا الجهات المعنية بعلاج حالات الزخم ووضع الحلول المناسبة بعد تعرض العديد من المستشفيات في مدينة تكريت للتدمير على يد تنظيم داعش الإرهابي يعاني المستشفى الوحيد في مركز المحافظة من زخم كبير في المراجعين لعلاج الحالات المرضية والحالات الخاصة بمرضى كورونا تقبل مستشفى صلاح الدين المراجعين يوميا وما يقادر إلى 600 إلى 700 مراجع خارج المستشفى من غير أنه المرضى الراقدين في داخل الردهات المستشفى صلاح الدين العام توفر فيها جميع المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجية المستشفى صلاح الدين العام تمتلك 200 سرير سعة سريرية وتجري عمليات جراحية بكافة اختصاصاتها ننصح المواطنين الكرام في الزخم الحاصل على المستشفى صلاح الدين العام بتقليل المرافقين مع المرضى وذلك التي توفير الخدمات المطلوبة واللازمة المواطنون من مراجعي المستشفى طالب وزارة الصحة وحكومة المحافظة لوضع الحلول المناسبة لتلاف الزخم الكبير للمراجعين من خلال إعادة إعمار ما تدمر من المؤسسات الصحية وتوفير الكوادر والأجهزة التخصصية الحديثة المستشفى مهمل لا خدمات بيه لا علاج بيه لا أدوية بيه لا قانونات بيه شبيه النب هاي كل صيبات ومخليني أنا نطالب بافتتاح المستشفى ضخم بكافة العلاجات وكافة الأجهزة السونار المفرز الأشعة نكون المفروض مساعدة للمستشفى ونطالب بيها اليوم قبل غدا الإسراء في إعادة إعمار المستشفيات المدمرة وبناء مراكز صحية متطورة في أغضيتهم بدون المحافظة من الضروريات الملحة لتحسين الواقع الصحي وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في المحافظة للقناة الإخبارية صالح سام الرائي صلاح الدين أكثر من ثماني سنوات وهم يعانون غياب المياه الصالحة للشرب هذا حال منطقة النهروان الواقع جنوب العاصمة بغداد حيث طالب أهلها مرارا وتكرارا الجهات المعنية بضرورة الإسراع في توفير الماء الصالح لهم ومحاسبة المقصرين كيف لمنطقة تخل من الماء الصالح للشرب أكثر من ثماني سنوات تساؤل لم يجد طيلة هذه المدة أي استجابة فعلية سوى الوعود ناحية النهروان تستغيث ومشروعها الدائم لم يرى النور وزارة الإعمار والإسكان والشركة المنفذة هما الجزء الأكبر من المعاناة التي تطرح من جديد أمام مجلس النواب لحلها ومحاسبة المقصرين هناك تلكؤات كثيرة في هذا المشروع وتأخر كثيرا هذا المشروع عن إيصال الماء الخام إلى قضاء النهروان الذي يعاني لحت هذه اللحظة من وصول هذا الماء حقيقة كانت هناك مناشدات من الوجهة وزارة الإعمار والإسكان خلال مداخلتها في الجلسة التي ترأسها النائب الأول تحدثت عن معوقات أبرزها التجاوزات السكنية على الخطوط الرئيسية وتأخر وصول قطع غيار المشروع في حين اقترح محافظ بغداد جملة حلول لمساعدة الأهالي في توفير المياه لحين إكمال المشروع بعد عامين خطوط ناقلة عليها تجاوزات طول المسار من منطقة الضخ إلى منطقة المصاب في التقاطع النهروان وهذه التجاوزات تستهلك أكثر من 80% من الماء الخام الموجود بالنتيجة لا يصل ماء خام إلى منطقة التقاطع التي هي مسؤولة عن تصفية الماء للنهروان من 2012 حتى الآن كانت مشاكل إدارية أمنية مالية وفي 2020 كانت سوب كورونا المشروع يصير بشكل جيد من ناحية المدنية ولكن هناك مشكلات الاسترادية الماء الخام بس حتى نوصل الماء من المأخذ إلى مشروع الماء للنهروان القديم وبشكل وقتي الآن عندنا حلول وقتية اليوم شدينا مضخة شحب وعندنا الآن ثلاثة مضخات أخرى وهذه طبعا جادة كلف على المحافظة ولكن في شبيل أنه يجاد حل إلى منطقة النهروان وينتظروا الأهالي قرارات جدية لحسم هذا الملف الذي سيدفعهم لمناشدة جهات خارجية لحله بعد أن سئموا الوعود والاجتماعات غير المجدية مع مطالبتهم بأن يخرج هذا الاجتماع بنتائج تصبر صالح ناحية النهروان بعد أن وعدهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن هذا الاجتماع هو الفيصل لحسم قضيتهم المستعصية حسن الكعبي هو وعدنا خيرا إن شاء الله ننتظر مننا بقى بس هذا الأمل الأخير وإلا بعد إحنا غير هذا حقيقة راح ناشي الجهات ما يشيلها العقل لا سياسي ولا عراقي راح ناشي الجهات يعرفها شيء بس هذا الكلام لا تقاطع على مسؤوليته وإحنا راح نصعد بما شاداتنا إلى خارج العراق الله شاهده رقيب عمي كل عشر تيام يجيوه من بغداد حسن الفواز العراقي الإخبارية المصاب مثنى الحسناوي من أهالي النجف الأشرف فقد إحدى عينيه أثناء التظاهرات الأخيرة في المحافظة ناشد الحكومة المركزية وجهات المعنية بالنظر إلى وضعه الصحي ومساعدته لسفر خارج البلاد ما أن تحدث عن معاناته حتى عاد إلى معانات شعبه متحسسا جراحه وآلام الفقراء في بلد الثراء إنه مثنى الحسناوي الذي فقد عينه اليسرى خلال التظاهرات الأخيرة في النجف الأشرف بسبب مقذوف زجاجي الله شاهد حتى المهديات بعد ما تأخذ عليها رحت دقية لباب كلها وزارة الصحة وزير الصحة عمي وزير الصحة أما أشعلك علي ابني بيطالب أنا عيني زرقه أنا قلت هاي عيني مو فدان الواحد في دول الشعب العراقية في دول المظلمين لهم زينين ويشعبهم الله وكيلك ما حد يطلع عليهم نهائيا وشفتهم الخريجيين وغيرها وغيرها ناس كيلوا طماطة والله العظيم ما عدها عوائل تعبانة مثنى والذي عرف بمواقفه النبيلة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم المساس بدوائرها يطالب اليوم بوقفة مساندة لمعالجة عينه خارج العراق بحسب ما تشير التقارير الطبية يعني أنا تدرون بي يعني من واحد اكتوبار وحتى يعني دوائرنا ما خلينا دائرة تحتريك لا حمينا البنايات دوائرنا في محافظة النجف الأشراف عائلة مثنى التي تشاركه المصاب ناشدت الحكومة الاتحادية أن تتكفل برعاية مثنى الذي قدم للعراق نفسه فداء ناشد الحكومة الناشد مصطفى الكاظمي يعني أن يساعدنا بهذه القضية بل كي يطل على الدول الروسيا الإيران أي دولة يعني حتى يصير تار العينة ليش ظالهتي مهمول محد بحاله يعني محد أصلا وصله هذا وتشير التقارير الطبية إلى أمكانية إجراء عملية جراحية لعينه خارج البلاد ليعود النور إلى بصره من جديد من النجف الأشرى المتظر الشريفي العراقية الإخبارية أعلنت إيران اتمام كافة الاستعرالات لبدء تخصيب اليورانيوم حتى 60% في منشأة نطنز النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت أن إيران تنوي تركيب ست مجموعات نظافية من أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز تضم أكثر من ألف جهاز طرد مركزي وكانت الوكالة الدولية أعلنت أن مفاتشيها يتواجدون في موقع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم اعتبرت الخارجية الأمريكية اعلن إيران عزمها على البدء في تخصيب اليورانيوم حتى 60% خطوة استفزازية الوزير أنتوني بلينكن قال أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية في فيينا مبينا أن إيران لم تظهر جديتها في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية أبلغت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران طهران بأن قرارها تخصيب اليورانيوم إلى ما يصل إلى 60% يتعارض مع المساعر راميا لإحياء الاتفاق الدول الثلاث قالت في بيان المشترك أن إعلان إيران مؤسف خاصة أنها تأتي في توقيت بدأت كل الدول المشاركة في خطة العمل الشامل المشتركة للاتفاق النووي اعتبرت الصين أن الاتفاق النووي مع إيران يمر بمنعطف حرج بعد التخريب الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية الخارجية الصينية أشارت إلى ضرورة إيجاد حل سياسي من خلال الدبلوماسية بشكل كامل وإعادة الاتفاق النووي إلى وضعه الأولي في أسرع وقت ممكن داعية جميع الأطراف إلى حماية الحقوق المشروعة وخلق المناخ والظروف اللازمة لذلك اتفقت اليونان وليبيا على استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية في المتوسط فورا جاء ذلك عقب اجتماع عقد بين رئيس الوزراء اليوناني مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حيث اتفق الجانبان على توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين هذا وشهدت العلاقات الثنائية ارتفاعا ملموسا في حضة التوتر على خلفية توقيع حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم بشأن حدود المناطق البحرية مع تركيا مع ترد الوضع الاقتصادية في لبنان وارتفاع معدلات الفقر والبطالة اكدت الارقام الدولية للمعلومات في احصاءات لها ارتفاع نسب الجرائم بشكل كبير وبخاصة القتل والسرقة مقارنة بالأعوام الماضية بينما يستمر تعاثر تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الاسوأ في تاريخه الحديث ومع التحضير لقرار رفع الدعم المالي من مصر في لبنان بالكامل عن جميع السلع مع مطلع شهر حزيران يزداد التوتر الامني على الساحة اللبنانية ولا يكاد يمر اسبوع الا وتسجل جريمة صرقة قتل نشل احتيال او اشكال وتضارب في المتاجر الغذائية على خلفية المواد المدعومة وهي مشاهد صارت تتكرر شبه يوميا وكانت ارقام الدولية للمعلومات وهي شركة دراسات وابحاث واحصاءات علمية مستقلة قد نشرت ارتفاع في نسب الشرائم هذه منلاحظة كان في عنا ارتفاع بنسبة حويدة السرقة وسرقة السيارات والقتل بسنة الـ 2020 مقارنة بالـ 2019 نسبة حويدة سرقة السيارات بلغة حويدة 107% بالمقابل كان في عنا انخفاض بنسبة حويدة السير بالـ 2020 مقارنة بالـ 2019 وهذا الشيء ما رده ممكن يكون لأنه الاقفالة العامية اللي مرأ في لبنان على عدة فترات تلك الاحصاءات والتي تستند على الارقام الصادرة عن قوى الامن الداخلي تظهر ارتفاعا في النسب مع بداية عام 2021 ايضا يعني بحويدة السرقة بس بكنون الثاني وشباط 2021 ارتفعت 144% مقارنة بشهراء كانون الثاني وشباط بسنة الـ 2020 حويدة القتل ارتفعت حويلة 45% يعني كان عنا 32 حالة بـ 2021 كنون الثاني وشباط 21 مقارنة بـ 22 حالة بـ كنون الثاني شباط سنة الـ 2020 مصدر امني اكد انه بالمقابل هناك ارتفاع في اكتشاف بعض الجرائم وتوقيف الفاعلين وهي ليست غير مسبوقة فوقع مثلها خلال العامين 2012 و2013 واستطاعت قوى الامن تخفيض نسبتها ومع ذلك التخوف من الفلتان الامني الكامل امر مطروح يمكن يفوتوا على البيوت يدق عليك يحمل اسلاحه يشلحك سيارتك انت وراح على الطريق شايفة سيارة مرتبة كل هذا سبب الوضع الاجتماعي وسبب الوضع الاجتماعي عدم التفاهم السياسي بين المسؤولين هاي المنظومة السياسية اليوم مش متفقة مع بعض المجتمع اللبناني والذي كان يعرف بمجتمع امن في الاساس بخطر اليوم فهل ستنجح الجهود الامنية المبذولة لمكافحة الجريمة وهل ستترافق وجهود سياسية بغية انقاض الوضع مما هو فيه العراقية الاخبارية ماريان زوين بيروت اكدت وزارة الدفاع الامريكية مواصلة تمويل القدرات الاساسية لقوات الامن الافغانية رغم قرارها بسحم قواتها العسكرية من البلاد وقال وزير الدفاع لويد اوستن ان التمويل سيشمل القوات الجوية الافغانية والسعي لمواصلة دفع رواتب قوات الامن الافغانية وقبل ذلك اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن انه سيتم سحب القوات الامريكية من افغانستان قبل الحاضي عشر من شهر ايلول بالتزامن مع الذكرى العشرين للهجمات الارهابية بايدن قال في كلمة له انه الرئيس الامريكي الرابع الذي يدير الوجود العسكري الامريكي في افغانستان ولن ينقل هذه المسئولية الى رئيس خامس موضحا انه لا يمكن لواشنطن ان تستمر في دورة تمديد او تعزيز وجودها العسكرية في افغانستان امنا بتأمين الظروف المثلى من اجل الانسحاب الابقاء على الاف من الامريكيين الجنود في مكان واحد في بلد واحد يكلف مليارات وهذا غير منطقي بالاسباتيلي لا يمكننا ان استمر في توسيع وجودنا في افغانستان ويحدون الامل ان تكون الظروف مواتية مثالية للانسحاب ونتوقع نتيجة مختلفة حان الوقت للقوات الامريكية ان تعود الى وطنها وعندما اعتريد السدر الحكم ورثت اتفاقية دبلوماسية تم التفاوض عليها بين حكومة الواتف المتحدة الامريكية وحركة طالبا القوات الامريكية جميعها سوف تغادر افغانستان في عام 2021 في الاول من مايو ايار وبعد شهرين من تنصيبي طبعا ورثنا ذلك الالتزام ولكنني لو كنت في موقع مختلف لم اكن افاوض للمصول الى هذا التاريخ في الختم نذكركم بالعناوين انفجار في سوق الخبيبية شرقي العاصمة بغداد والحصيلة الاولية شهيدا واثني عشر جريح رئيس الوزراء يزور محافظة المثنى برفقة وفد وزاري وافتتاح محطة السماوة الغازية في صدارة الجولة حركة الملاحة تعود الى طبيعتها في مطار اربيل وحكومة الاقليم تشدد على اتخاذ اجراءات صارمة لحفظ الامن مراكز التطعيم في بغداد والمحافظات تشهد اقبالا متزايدا من المواطنين والعدد التراكمي للملاقحين يقترب من المائتي الف شكرا المتابعة الى اللقاء